مشاهدين أهلاً وسهلاً بحضراتكم طفرة غير مسبوقة شهدتها مصر في تعزيز مكانة المرأة في جميع القطاعات خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ففي ظل إرادة سياسية تدرك دور المرأة في النهوض بالمجتمع وتطوره واستقراره وانطلاقاً من أهمية تأهيل المرأة وتمكينها لتحقيق التنمية الشاملة على كافة الأصعيدة خطت مصر خطوات واسعة في اتجاه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 في مجال التمكين السياسي وصل تمثيل المرأة في مجلس النواب إلى 165 مقعداً عام 2024 فضلاً عن وصول تمثيلها في مجلس الشيوخ إلى 41 مقعداً عام 2024 كما زاد تمثيل المرأة بالتشكيل الوزاري ليصل إلى 6 وزيرات عام 2024 المرأة المصرية تحسن تمثيلها أيضاً في مجالس الإدارة والمناصب القيادية العليا في الشركات المدرجة في البرصة والقطاع المصرفي وقطاع الأعمال العام والمؤسسات المالية غير المصرفية حيث ازداد تمثيلها بنسبة 3% وبشأن التمكين الاقتصادي انخفض معدل البطالة بين الإناس إلى 7.1 نقطة ماوية حيث بلغ 17.7% في الربع الرابع من عام 2023 كما بلغ نصيب المرأة من إجمالي المشروعات الخاصة بجهاز تنمية المشروعات إلى 45% بتكلفة وصلت إلى 15.4 مليار جنيه يتي ذلك فيما بلغت نسبة السيدات من إجمالي المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 76% بواقع 3.6 مليون سيدة فيما تحصل 6 ملايين سيدة على معاش تأميني و3 ملايين سيدة مؤمن عليها بجانب تقديم 4.9 مليار جنيه سنويا لدعم المرأة المعيلة الدولة خصصت أيضا نحو 3.2 مليار جنيه سنويا لدعم السيدات ذوات الهمم بإجمالي 435 ألف سيدة علوة على استخراج مليون بطاقة رقم قومي لنساء الأولى بالرعاية خلال 6 سنوات ووفقا للمؤشرات الدولية شهدت مصر تقدما ملحوظا في أجندة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال السنوات الماضية فضلا عن تقدم مصر 22 مركزا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين كما تقدمت مصر 49 مركزا في مؤشر التمكين السياسي للمرأة وفيما يتعلق بالتعليم ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي حيث بلغت 49.8% عام 2023-2024 وفيما يخص الصحة أطلقت الدولة العديدة من المبادرات لدعم صحة المرأة بجانب استفادة مليوني ومائتي ألف سيدة من منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقها الدولة قامت أيضا بتأهيل 15 ألف رائد اجتماعية للتوسع في برنامج وعي للتنمية الأسرية والمجتمعية فضلا عن استفادة 538 ألف فتاة من التدريبات المباشرة ببرنامج الحفاظ على كيان المرأة المصرية مودة مشاهدين كان هذا عرضا لأبرز جهود الدولة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم وتمكين المرأة المصرية شكرا لطيب المتابعة